بشعور مليء بالثقة ودون تردد أو خوف يمارس الشاب البحريني ناصر عبدالله هواية القفز بالمضلات في الفضاء الرحب وقد حصد العديد من الجوائز والبطولات العربية والعالمية في هذا المجال فضلا عن مشاركته الدورية في الفعاليات والمناسبات الوطنية دائما في رفع عالم بلاده في مشاركاته التي فاقت مئات القفزات الزميل صالح يوسف التفاصيل المتعة وروح المغامرة اجتمعت في هوايته المفضلة التحليق في السماء هو الملاذ الذي يجد نفسه فيه وعندما يرفرف عالم البحرين معه فإنه يصل إلى حد الشغف بها خبرة تراكمت لدى القافز المظلي الذي يهوت جوال بعيدا عن الأرض من خلال ممارسته المتواصلة لهذه الهواية أخذنا دوراتنا طبعا من اسبانيا تمرنا ودخلنا بطولات واخترنا الألعاب اللي نبينا لعبها والحمد لله يعني ليه يومك فيه نتائج وفيه تمرين وفيه إنجازات بطولات ونجاحات عديدة حققها في مسابقات القفز فعلى المستوى الجماعي حقق إنجازات كبيرة وعلى المستوى الفردي نال مراكز متقدمة في عدة بطولات عربية وعالمية آخرها المركز الأول في البطولة العربية بالجمهورية المصرية ذلك ما أهله أن يكون مدربا في هذا المجال ليل يوم وصل تقريبا 2550 غافزة محافل كثيرة شارك فيها لا سيما الوطنية بل وكان أول بحريني يقفز بزي الجناح الوينكسوت أوكي يعني أنتم خاول أن تبتد تقفز فيها هالبادلة من عقب ما تخلص 200 غافزة والحمد لله يعني كان شيء الحلو أن أول غافز في البحرين أغافز بالوينكسوت وكان فيه معفل كبير اللي هو الأيرشو وصجنا المعرض يمكن خصط طيران بس إنها يمكن طيران من نوع ثاني لغة فريدة يلمسها في هذه الرياضة فيحكي من خلالها شعوره بالثقة والتحدي كالطير يحلق في الأفق يلامس الغيم مستمتعا بصفاء السماء وبرؤية هذه الأرض من ذاك المكان البعيد لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر